طبتم وطابت أوقاتكم أعزائي مشاهدين قناة زاكروس الفضائية استطلعنا لهذا اليوم بعنوان الموهبة في الإنسان هل هي فطرية أو مكتسبة حتى برأيك؟ خليكم ليوني نشوف آراء المشاركين الموهبة اللي بالإنسان هل هي مكتسبة عن فطرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً هي الموهبة من الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يجب أنه يسقلها يسقلها من خلال دراسة الأكاديمية من خلال يتعرف على الكورسات يتعرف على الأمور الفنية من خلال الإستاذ لذلك هي الموهبة سبحان الله يعني من الخالق عز وجل لذلك الإنسان اليوم مفروض يعني يسقلها يسقلها أنه يتابع عليها يتابع الكورسات يتابع الأستاذ يلجأ للأستاذ حتى ينمي هاي الموهبة وتطلع بأبهمة تكون يعني أكو مواهب أكو مواهب تيجي فطرية وأكو مواهب تكتسبها من حياتك يعني مثلاً الأفكار اللي تجيك التجارب اللي تجيك يعني بالنسبة كشخصيتي يعني مثلاً أنا متشنت أعرف شنو كمان بس بمرور الزمن وبالتدريب وبالمثابرة صارت إدي موهبة تعزب كمان زيان الموهبة المكتسبة إحنا شون يعني نقدر أنه نطورها وأنه نعرفها بالمعرفة وبالتدريب أكيد بالتدريب يعني وما تجي الموهبة أصقع الموهبة المكتسبة ما تجي بشون نقول ما تجي بيوم وليلة لا سنوات طويلة ولازم التمرين ولازم المثابرة لازم واي أشياء يعني تكتسب موهبة يعني طبعاً هي الموهبة الفطرية بس تحتاج تنمية وجهد واستمرار في تنمية هاي الموهبة الموهبة يعني مثل حالها حال أي شيء من تنترك تنفقد في الدنب أو تنهمل فالنباحة يحتاج أن يطور موهبته ويشتغل عليها وخصوصاً في قسمنا قسم الخط يحتاج استمرارية في التمرين وخصوصاً بالخط والزغرفة الموهبة اللي بالإنسان هل هي فطرية أم مكتسبة حسب رأيك والله كمواهب فطرية الموهبة التشكيلية مثل الرسل وبقية المواهب بسكلة يعني حتى لو عنده موهبة شيء بسيط بس هو يطورها سين أنت عندك موهبة بشيء معين؟ بالزغرفة رحنا قسم الخط الموهبة أنت من عرفت موهبتك تشانتي يا فطرية لما دخلت القسمي اللي عرفتها والله من دخلت القسم وحاولت أطورها يعني بديت أشتغل على نفسي بديت أشتغل على الزغاريف أطلع على نوع الزغاريف شلو أنا أقدر يعني أخذ لمساتين وطورتين الموهبة اللي بداخل للإنسان هل هي فطرية أم مكتسبة حسب الرئيس؟ أكون بعض منها مكتسبة وبعض منها فطرية حسب يعني الشخص أكون مرات يصير يعني شون نقول هواية الشخص أكون منهم لا يعني وارثة عن قيب عن جيد هل هي شيء؟ عندك موهبة معينة وشون عرفتها وشون طورتها؟ أنا تشنت شوية أرسم ولهذا السبب دخلت فينون حتى أتقاوه بعد أكثر يعني هي شيء والله هي فطرية لأن مرات تشوفين الطفل من أول ما يولد هو يختار شيء مناسب إليه وتعرفوا يعني تكتشفين مواهبة منه صغير مثلا بالروضة أو بالمدرسة فمن ثولة دويا وظل كبراني أخذه الكبر زين أنت أكيد عندك موهبة معينة كدرين تحشين إنو شون عرفتها وشون طورتها؟ والله أنا موهبة الراسم بس مو كلش قوية بس هو يعني أرسموا هواي اكتشفتها من النار صغيرة يعني بقيت أرسم وأهلي اكتشفوها وياي فقالوا إنو هالبناء مستقبلها بكلية الفنون وفعلا يعني بكلية الفنون موجودة الموهبة اللي بداخل الإنسان هل هي الفطرية عم مكتسبة؟ طبعا حسب نوع الموهبة أكو فطرية وأكو مكتسبة الفطرية اللي هي نقدر نعرفها من خلال حياتنا اليومية أو يعني موهبة من الإنسان من هو صغير مثلا يكون عندها موهبة بشي موسيقى موسيقى موسيقى